اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن إن قرآن الكريم فقط ، عملوا بعض أصدقائف عن السباق دورية الأصدقاء يقول ليس بخيرين ، عملوا بعض الأصدقائف Sobre عن مواعن القرآن حتى أتغير من الإجابات هذا سيقع ، هذا سيهل تحتاج إلى الواقع هذا ولكنه مبالي علي الكرآن وكذلك من الإجابات أشياء كل شيء هناك في القرآن وهو إعجاز القرآن أمر مهم جداً إعجاز القرآن الإعجاز القرآن إعجاز القرآن قرآن بخير كرم الأعجاز العجاز القرآن generation العجاز التشريعين العجاز علمي عو следующие كلمات إنه إعجاز لغوي القرآن نزل بلغة العرب لكن نزل على هيئة عجيبة في عندنا شيء اسمه إعجاز وقت النزول إيش معنى إعجاز وقت النزول؟ اللغة تدرجت اللغة العربية إلى أن أصبحت أعظم في أعظم درجة في زمان نزول القرآن فالعرب ظنوا أنهم تمكنوا من اللغة وانتهى الأمر ففاجأهم الله تعالى في وقت معجز بإنزال هذا الكتاب العجيب الذي هو من اللغتهم لكن ليس شعرا كشعرهم وليس نصرا كنصرهم بل هو بين الشعر والنصر بين الشعر والنصر تاجأة مفاجأة كبيرة في زمن النزول شعرا كانستي هناك المترجم الأشخاص بالبعض ايشعال كناة لم تنفي تنفي بيو οι أوصي لكنهم لا يمكن أن يوجد أيضا نجال القرآن logo من خلال الأخروج فهم ما نترجم ومفهم من خلال الأشخاص قرآن الكريم يجب أن تكون قرآن الكريم رافع المصري أديب أتى الله سبحانه وتعالى به في القرن الماضي كان أصنع لكن تصدى لكل المنحرفين والسيئين الذين أرادوا تحتين لغة العرب وتحتين القرآن عنده كلمة مهمة جدا يقول لقد كان للعربي دولة من الكلام دولة فيها اسواق فيها حكام فيها تنافس فيها جواعظ لقد كان العربي دولة من الكلام لكنها ظلت بلا ملك حتى جاءهم القرآن فالقرآن ملك الكلام كوزي عزيز مسيرلق رافعي دولة من الكلام هذا هو قرآن الكريم هذا هو قرآن الكريم وقرآن الكريم لقد سيتمتلك والسديد نقول إن العرب الذين هم أهل اللغة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن فقد تحداهم الله أربع مرات في أربع مستويات فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قل لأ إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن إلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعد مضيئ هذا مستوى الأول من التحدي مستوى الثاني من التحدي قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات هاتوا عشر صور فقط من القرآن ولو كنا مفتريات ولو كنا نسمع الخيال لكن هاتوا مثله ما استطاعوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في سورة يونس وبحديث من مثله في سورة البقرة ما الفرق بين مثله فأتوا بآية مثله وبآية بسورة مثله وبسورة من مثله ما الفرق بين بسورة مثله وبسورة من مثله من مثله في كل أوجه الإعجاز بصورة من مثله ولا وجها واحد من الإعجاز أربع مستوى ما استطاعوا وعجزوا وهم أهل اللغة قرآن الكريم للتل جاة كلمة مجزة أيتهرسك تغنبوت بروك اتقس قرات غايت قاندا برمسالة وشول عرب تلين دو شعالار بروك اوز دور داغ قرآن الكريم جاة برداغ يتبقى لغنجوك قرآن الكريم分دات في سوريا مجرارة 긴 principio قرآن الكريم عن شبأن نغالج لهذا يعني وهسrement اவரين الحكم او رسار هذا الوقت سبب قرآن اخر كان يصبح الحكم ايضا و حقه حتى ال групا ايضا حرج طريب ض Ruحات حرج العام إن cortisol حرجانekkha كران اترجاب القرآن ا Janet قرآن ايضا حرجان الله ін لا أحد يجب أن يأث olduğ له ويقولون ، هذا شغل هو ، ويقولون ، فقط ، فقط ، إنه يمكن أن يكون هناك الكرة ، لذلك ، فقط ، فقط ، فقط ، ويقولون ، إعجاز تاريخي ، ثم نأخذ ٥ دقائق إن شاء الله ، إعجاز تاريخي عجيب جدا ، الآن ، القرآن عندما تكلم عن فرعون موسى ، قال فرعون ، ملك مصر ، عندما تكلم عن ملك مصر ، قال يوسف ، قال الملك ، طيب وقال الملك اتوني به وكذا التوراة ما فرقت التوراة فرعون أيام موسى وأيام يوسف عليهم الصلاة والسلام القرآن فرق وهذا عجيب جدا ما كان في الأرض بشر أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعرف السبب ليش قال الملك وليش قال فرعون حتى اكتشفوا حجر اسمه حجر وهكذا حجر كبير اسمه حجر شامبليون نسبة لرجل انجليزي اسمه شامبليون اكتشف الحجر في مدينة في مصر اسمه رشيد بواسطة هذا الحجر فكوا رموز اللغة الهيروغليفية التي كتب فيها على المعابد في مصر فكوا الرموز بهذا الحجر فوجدوا لما فكوا الرموز أن لفظ فرعون كان يطلق على الأسر المتأخرة المالكة أما الأسر المتقدمة المالكة كان يطلق عليه الملك ما كان أحد في البشر في الأرض يعرف هذه التفرقة يا من نبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يعرفها أحد والتوراة جاءت بدون تفرقة فرعون كلها القرآن فرق في شكل عجيب ما كان من نبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد في زمانه يعرف اللغة ويفرق ويفق هذه الأمور أبدا ما تعمل سبحان الله العظيم الوحيد الذي عرفها وعلمها والله سبحانه وتعالى وتكلم عنها في كتابه اللّه أكبر أصبحت لك في الأرض وسلم في كتابه ومتضى من صلوب من حولك نحن نشرب المالكة بالنسبة لدينا قرآن أكارم كان يتعالى قرآن ملت مصري مصري قرالي من صلوب من صلوب ومن صلوب فراغن لهم يتحدثت فراغن دخوله من فراغن لا يتحدث فراغن فراغن كانت بشام بلهم ولكن الي مالجانب المالجين في فراؤن لديه صنع بلوحن فراؤن لديه اربع الكثير من الزرحة يجب الوقت ولد وضع الكثير من الزرحة اذا كان علينا أجل الحصر، يضع حصوه، ولكن، داخول المساعدة، لأن هناك الكثير من الأخفاء في القضاء في القضاء، العين في القضاء في القضاء، قصة على صغير الحصر ، Utilizبت لحصول الصناع، وقصة عن ذلك الفراؤ الذين يقدمون لأن الأخفاء قبل المثال، في القضاء، فقط، من المثال الثاني يقولن لك قريني كاري فيene تاريخ كانت billمت فراون كانت goals in البشر هناك مصير جنوب كافيشة من المثال إساني قادة يقولن لكيكالتوا فيين وكفي أخذها بمثال منزلين أخرى الله أكبر مثال أخير الله تعالى قال فاليوما ننجيك ببدينك لتكون من خلفك آدي هذا كل شيء يوهد فإنبات هذا الوصول على كائي جائلين للإبلاد وقالوا من خلال الفرعال ما هو معلوم أبداً أبداً في قرن التاسع عشر اكتشفوا علماء الإنجليز الموميوات التي فيها فراعنا فتحوا وجبه فراعون في القرن التاسع عشر اكتشفوا علماء الإنجليز الموميوات التي فيها فراعون فيها فراعون الله أكبر الله أكبر الآن في قرن التاسع عشر قرن التاسع قرن التاسع في القرن التاسع في القرن التاسع إبداع فياقين ما هي؟ الله أكبر أنا ذهت إلى متحق في مصر و وجدته في زجاج فراعون ومكتوب على زجاج فراعون مصر غريقا في ظروف غامضا يكتبون السورة والآيات والترجمون على العالم المتحف يأتي وناس كثيرون لكنهم علمانيون وضاللون يكونوا غريقة في ظروف الغامضة نعم 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 أحيانا فعلينا فكرة الصعبة وإنخان سماعها والذي كان هناك دين يسلطون人 والذي يمكنكم ان تزعبوا أرادة بأنكم يعودون لعدون أنهم ضالون وأحاولون إنهم ضعوة معنا كانت تجربة الإemirATION تجربة إلى الناس المتحفون حيث أننا أضفتوا أن الدين ذكروا كما هو أن يعودون بإمانة بإتمام السياق وأن يمكنهم زراجة منتجابة الإمانية قضية تجربة وإذاً يستطيع التقوير الجزء الإعلام إن شاء الله عجز الاني بعد الانشتراك إن شاء الله عجز الاني بعد الانشتراك إن شاء الله عزوان